تستعد الولايات المتحدة لبداية سباق الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيسا للبلاد حيث يسعى كل مرشع إلى نيل ثقة أعضاء حزبه في الانتخابات التمهيدية ليتمكن من خوض الانتخابات المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل بحلول يوم الخامس عشر من يناير تعلن رسميا في الولايات المتحدة بداية مرة الانتخابات الرئاسية وهي الانتخابات الأطول والأكثر تعقيدا لاختيار رئيس للبلاد في العالم المرحلة الأولى هي الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري والتي تبدأ بولاية آيوة يليها انتخابات تمهيدية للحزبين بولايات نيوهامشير وكارولاين الجنوبية ونيفادا وتقلص تلك الولايات من عدد المرشحين وتحدد بشكل أساسي المنافسين الأوفر حضا وصولا للمرحلة الأهم بالانتخابات التمهيدية التي تعرف بيوم التنتاء الكبير الذي يصادف الخامس من مارس حيث تصوت خمس عشرة ولاية والفائز في هذا اليوم يقترب أكثر من الفوز بترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية الرؤساء بايدن وترامب وأوباما كلهم فازوا بترشيح الحزب في هذا اليوم بانتخابات 2008، 2016 و2020 بحلول الرابع من يونيو تكتمل عملية الانتخابات التمهيدية في الولايات الخمسين بالإضافة للعاصمة واشنطن ويعلن الفائز بترشيح الحزب الجمهوري يوم الخامس عشر من يوليو بالمؤتمر الوطني للحزب بيولاة ميلواكي بينما يعلن الفائز بترشيح الحزب الديمقراطي يوم التاسع عشر من أغسطس بالمؤتمر الوطني للحزب بيولاة شيكاغو ليتنافس المرشحان يوم الخامس من نوفمبر بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لم يخسر أي رئيس أمريكي منتخب ترشيح حزبه بعد ولاياته الأولى في التاريخ الأمريكي سوى فرانكلين بيرس عام 1852 أي أن الرئيس بايدن رغم انخفاض شعبيته وفق استطلاعات الرأي يبقى المرشح الديمقراطي الأبرز وعلى الجانب الآخر ما زال رئيس السابق ترامب يتمتع بشعبية عارمة وسط الجمهوريين رغم الملاحقات الجنائية والمدنية بحقه ووفقا لتوقعات المجتمع الأمريكي سيتنافس بايدن وترامب يوم الخامس من نوفمبر المقبل بالانتخابات الرئاسية إن لم تحدث مفاجأة تغير المشهد السياسي بأكمله في أمريكا كريم يسري المشهد واشنطن